حاجة كلمت فيها قبل كده العلاقة بين جماهير النادي الاهلي العظيمة ولعيبة النادي الاهلي لعيبة الكيان العظيم لعيبة نادينا اغلى حاجة لنا في الدنيا مصدر السعادة لنا فايام صعبة جدا 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 معظم الناس بتعيشها العلاقة محدش هيقدر يهزها يهزها لان العلاقة دي مهما اتكلمت عنها حال تعيش وحب بقالها يعني من ساعة ما النادي الاهلي اتعامل لحد النهار وحتفضل وحتبقى فالجماعة اللي هي بتستطفل ماء العكر وتقول لك عشان عايزين يوقعوا بين النادي الاهلي وإيه لعبته ده النادي الاهلي جمهوره بيعاير لعبته النادي الاهلي جمهوره بيهاجم لعبته النادي الاهلي جمهوره مش طائق لعبته لا اطلعوا انتم منها اطلعوا انتم منها لو في حد لو في حد فضله بعد ربنا وبوك ومك يعني احنا منتمين للنادي الاهلي انا بكلم ابنائي اللعيبة وبكلم نفسي لو في حد ليه فضل بعد ربنا وابوك ومك في الدنيا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيمة انا بتكلم على المنتمين للنادي الاهلي اللعيبة لازم تعرف كده على فكرة اكيد فيه لعيبة عارفة كده بس انا كلاعيب وانا برضو عايز اتكلم لان انا حنقل خبراتي لبعض اللعيبة لو في حد بيسمعني في حاجات بتحصل انا بابقى مداء منها يعني مثلا لما لعب ماتش وحش بابقى مداء من نفسي قوي بس لازم استحمل اي نقد يتقالي اي نقد بناء لان جمهورنا ده مش عايز يهدك ده هو جمهورنا ده هو اللي عملنا هو لصحب الفضل بعد ربنا وابو يا امي او ابوك وامك كلكم اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الاتنين دول فرقوا في حياتنا كتير جدا 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 انت كلعيب وانت في الحتة دي دلوقتي دي اجمل فترات حياتك اجمل فترات حياتك مش عايزك تندم عليها بعد كده مش عايزك تأثر احنا بنتكلم عن التأثير ليه او اللي نزع لنا ليه انا من حيات ازعل انا كجمهور من حيات ازعل بس خلي بالكم ازعل ازعل على قد حبي ليك انا بازعل منك بس ان بكرهكش بالعكس انا بازعل لاني عارف ان انت عندك كتير ما هو انت اللي بدأت الموسم بداية ولا اروع انت كلعيب النادي الاهلي بدأت الموسم بداية ولا اروع طيب جي التوقف ايه اللي حصل بعد التوقف هل الدوافع قالت المنحنة نزل طب المنحنة نزل ليه انا كلعيب واحنا برضو مرينا بالحاجات دي كتير اولا لازم اتحمل النقد وجمهور النادي الاهلي عمره ما كان نقده هدام ليه بقى لان انا بحبك بس قبلك بحب النادي الاهلي وبحبك عشان انت لعيف في النادي الاهلي وحفضل وراك عشان انت لعيف في النادي الاهلي وعارف امكانياتك كويس قوي فالحتة دي شيلها من دماغك ان انا عايز اهدك او ان انا عايز اوقفك او ان انا عايز بهجمك لا انا بزعل واحيانا لان احنا بشر والبشر خلي بالكو مشاعرها احيانا بتبقى مختلفة في التعبير يعني احيانا واحد يعني بيطلع لفظ بيطلع كلمة ممكن تدايق ولكن هو بيطلع الكلمة دي هو مش قادر يعبر ولكن هو عايز يعبر عن حبه ليك ان انت عندك الاحسن من كده انت اللي بتسعدني انت اللي بتقويني بتقويني زي ما انا بقويك جوة الملعب بتساوا بي انا كمان بساوا بيك بره الملعب دي علاقة الحب والعلاقة العشق اللي هتفضل طول عمرها بين النادي الاهلي وجاملين النادي الاهلي فاللي بيعودوا من بره عايزين يعكروا صفوا العلاقة دي لا خليكم انتوا في ناديكم شوفوا المشاكل بس اللي في ناديكم انتوا اه بتسندوا اللي بيسندوكو واللي بيدوكو ملناش دعوا بيكم بس تبعدوا عننا ولعيبة النادي الاهلي لازم تفهم الحتة دي لعيبة النادي الاهلي لازم تفهم ان من حق جمهورك يزعم من حق جمهورك يزعم لانه نفسه يشوفك افضل شيء نفسه يفضل يشوف النادي الاهلي افضل حاجة في الدنيا عادي انما نيجي بقى لما انت بتكسب الجمهور بيعمل ايه وحتى لو انت ما بتكسبش حتى لو انت ما بتكسبش الجمهور بيعمل معك ايه انا بتكلم على 99% من الجماهير جماعة اللي بيخشوا بيزودوا وبيعبر بقلة أدب أو بألفاز خارجة مش جماهير النادي الأهلي مش جماهير النادي الأهلي أبدا أنا بقول لكم مش جماهير النادي الأهلي إحنا بنشوف جماهير النادي الأهلي وعارفنا كويس قوي شعرفك أنت اللي بيشتم ده أنه هو من جمهور النادي ده مش جمهور النادي الأهلي أبدا جمهور النادي الأهلي عمره عمره معدف رقيته عمره ما وقف قدام ناديه عمره ومور نادي الأهلي العظيم ده ورانا وحيفضل وراكم أنا واحد منكم أنا واحد من جماهير نادي الأهلي وكنت واحد من اللعيبة زمان فبحس الإحساس دي الإحساس اللي زي ده بقول لولادي اللعيبة إن العلاقة بين جماهيركم وبينكم محدش يزها أبدا أبدا جماهيركم تزعل أحيانا عشان خطركم عشان بتحبوكم عشان نفسها تشوفكم أحسن ناس عشان هي بتحب الكيان بتحب النادي الأهلي العظيم تاني تاني انت لو انت كلعيب كورة حاسس ان انت متضايق قعد مع نفسك شوي قعد مع نفسك شوي كلم نفسك لوم نفسك إيه اللي حصل طب الجمهور زعلان طب الزعلان ليه أنا زعلان أنا كمان يبقى أنا لازم أعمل واحد اتنين تلاتة طب يبقى أنا الماشي الجاي خلاص الماشي ده فات لا المرة الجاية لا ده أنا لازم أموت نفسي في الملعب على فكرة عايز أقول لكم حاجة أوقات حصلت معنا كتير كلعيبة ممكن ما يبقىش يومنا ممكن الحالة الفنية ما تبقىش يعني مش ماشية النهاردة بنبقى في حالة مش كويسة أنا محبش أقول على حد حالته سيئة أو كان ضعيف لا مش فافضل حالتنا مش هي دي اللعيبة مش هو ده مستوانا الفني أعود مع نفسي إيه اللي حصل يبقى أنا ممكن أعود الحاجات دي بروحي في الملعب أخصم بالله لو لعيبة النادي الأهلي تلعب بروح الفنيلة الحامرة وشخصية النادي الأهلي مفيش حد عايفه قدامها بتوفير ربنا طبعا بعد ربنا طبعا والله ما حد عايفه قدامكم وإنتم اللي بتقوهونا وطول ما انت قوي في الملعب بقول لكم أحبش أقول إن حد ضعيف في النادي الأهلي ولا أقول ضعيف على النادي الأهلي لأ طول ما انت قوي في الملعب محدش هيقدر عليك لا برا الملعب ولا جوه الملعب ما تبقاش مش قوي جوه الملعب لأنه حتدي فرصة لناس كتير عايزة تدوس علينا لعيبة لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي حاجة واحدة بس بيجمعنا كلنا حب الكيان حب النادي الأهلي العظيم